من إن كترتفع الحرارة في الجو للجسم للإنسان يحاول ما أمكان باش يتأقلم معها ويحافظ على الحرارة للجسم بديها 37 درجة عادة عدة طرق يستعمل الأوعية الدموية في الأطراف كتنفق واحد شوية باش تخرج الحرارة يوقع العرق الإنسان كيتعرق باش تخرج ذاك الحرارة ولكن إلا جاءت الموجة للحرارة نهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الجسم الإنسان ما كيقدرش يسيرها كيتنهك وبالخصوص الناس المسنين والأطفال صغار وهنا كيف يبدأ الجسم في الإرهاق دياله وكيمكن توقع بعض المضاعفات الصحية خاطرة بحل الضربة الحرارية ولا الاجتفاف دي الجسم للإنسان لأن الإنسان منك يضيع داك العرق بالساف رفيحة الأملح المدنية لكي تضيع معاه وكذلك توقع بعض المضاعفات على المستوى دي الكيلية دي القلب وغيرها وبعض الأحيان كتكون حتى وفيات ولهذا خصنا نرد البال أنك تكون موجة للحرارة أول حاجة خصنا نشربه لما بالساف ما نسنوش يجينا العطش وبالخصوص كنتكلموا عن الناس مسنين وصغار والجامع ولكن الناس كبار في السنة أنا ما كيحسوش بالعطش أولا والصغار ما كيعرفوش يقولوا لنرع فيهم العطش إذن خصنا نتبهوا لذلك النقطة يشربوا الماء بزاف ماشي غير الماء الماء والسوائل عاصر عاصر بالأنواع دياله كلها باش كيعطينا الماء وكيعطينا حتى الأملح المعدنية الحاجة الثانية كيخصنا المؤكد على أنه كيخصنا نفزكوه يعني الجسم ديالنا يجبنا نبلوه بالماء إما بفوطة إما برشاش باللي كان نديرو فيه الماء ونحاولو ما أمكان ما ننشفوهش بالفوطة بعدما الجسم ديالنا يتبلل علاش؟ كيتبلل الجسم ديالنا كنخليوا كيضرب فيها الرح العادي ولا شي مرواحة أنا داك كيكون أنا داك الجسم اللي كيتبخر ديك الماء اللي فزكنا به الحرارة دياله كتنخافض حاجة أخرى كيخصنا الماكلة ديالنا ما نكونش عندنا ثلاثة ديالواجبات يكون عندنا خمسة ستاس بعد ديالواجبات صغيرة وتكون فيها الخضر والفواكه نجنبو القهواتاي ونحاولو ما أمكان من كل صف الدار في الجهة اللي هي بردة ما نفتحو شاي سراجة في الوقت اللي تكون الحرارة من جهدها ما نخرجو شاي في الأوقات ديال ديروا ديال الحرارة وإلى خرجنا كنديرو قبعة كبيرة وكنديرو ملابس خفيفة وبالخصوص نحاولو ما أمكان دائما نجنبو المجهود البدني ونمشيو الأماكن اللي تكون فيها الجو الطف وملطف في أي بلسة القناة سواء في الدار سواء إلى تراخنا في الشارع كيمكن لنا نمشيو لأي بلسة المركز التجاري والغيرو اللي كيكون فيه الهواء كليماتي زي انت بردو فيه واحد شوية اشتركوا في القناة